الآن إلى الملف الثاني حيث تقدم الإمارات والسعودية والنورويج اليوم نتائج تحقيق مشترك لشأن عمليات التخريب التي تعرضت لها سفن تجارية في خليج عمان حول هذا الموضوع معنا من الرياض الكاتب والباحث السياسي مونيف عماش الحربي مساء الخير أستاذ مونيف مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار إذن من المتوقع أن تقدم الإمارات والسعودية والنورويج هذا التقرير إلى مجلس الأمن بعد ربما ساعة من الآن أو شيء من هذا القبيل ما الذي نتوقع خاصة إذا كان هناك دلائل تشير إلى ضلوع إيران في هذه العمليات التخريبية مهند حسن ما عرفت أنه ستكون جلسة غير رسمية لأعضاء مجلس الأمن كل سفير ومعه عضو شخص آخر وهي جلسة غير رسمية لإطلاعهم على نتائج التحقيق المشترك خاصة أن الولايات المتحدة أيضا وفرنسا كانت جزء من هذا التحقيق لإطلاعهم على النتائج وهي كأنها تمهيد قبل الذهاب إلى مجلس الأمن أو أنه قد تكون المسار الآخر هو الحوار الثنائي مع عضا مجلس الأمن لكن ليست جلسة طائرها هي جلسة غير رسمية في مقر البعثة الإماراتية ولكن أعتقد أنه جهد دبلوماسي وبناء التحالفات خاصة تعرف بعد نجاح قمم مكة الثلاثة الخليجية والعربية والإسلامية التي أدانت ما تعرضت له السفن الأربعة وهو انتهاك صارخ لقانون أعالي البحار لكن لن تكون جلسة في مجلس الأمن رسمية هي جلسة غير رسمية صحيح هي جلسة غير رسمية أستاذ مونيف ولكن نتائج التحقيق لا بد أن يكون لها أثار بشكل من الأشكال وإلا لماذا التحقيق؟ إذا كان التحقيق يشير بأصابع الاتهام باتجاه معين هل برأيك يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ خطوة ما للتعامل مع هذا الأمر؟ مهند لما قلت جلسة غير رسمية هذه حنكة وإدارة جيدة لهذا الملف من قبل السعودية والإمارات والنيرويج لهذا الملف لأنه بولتن صرح أنه هناك ميليشيات مرتبطة مع طهران أيضا تقرير من النيرويج لشركات التأمين أنه ميليشيا مرتبطة مع طهران وأنه لاستخدمات صناعة إيرانية بهذه المرحلة بعد اجتماع بوتين وشي بينغ الرئيس الصيني أمس أنت المسار الأفضل الآن لا تذهب لمجلس الأمن للتصويت لأنه قد تتحفظ روسيا والصين أو تستخدم حق النقض الفيتو لكن هذا المسار هو مسار فعال لذلك لماذا اتخذت السعودية والإمارات والنيرويج هذا المسار لأنه أكثر فعالية اطلاع الأطراف الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن على نتائج التحقيم وهذه سيخلق تبعيات كبيرة في هذا المسار وأعتقد أنه كان ذكاء دبلوماسي مميز لأنه لا تريد في ظل الحشد بين طهران وواشنطن أن تتخذ موسكو لأنه موسكو وبكين أمس اجتماعهم كان على ملف كوريا الشمالية وفنزولا وسوريا والملف النوي لا تريد أن تقايض ملف بملف وبالتالي أنا أعتقد أنه خطوة ذكية جدا أن تكون جلسة غير رسمية في مقر البحثة الإماراتية مرة أخرى سؤال افتراضي أستاذ مونيف إذا كان هناك مؤشرات تدل على ظلوع إيران بشكل من الأشكال وكما قال جون بولتن مستشار الأمن القومي الأمريكي هناك مؤشرات أو شبه مؤكدة أن الألغام البحرية التي استخدمت في الاعتداء على هذه النقلات هي ألغام إيرانية إذا كانت نتائج التحقيق تصب في هذا الاتجاه ما الذي يعنيه ذلك الآن فيما يتعلق بالحديث عن مفاوضات وحوار مع إيران سمعنا من الرئيس ترامب في أكثر من مرة على مدى الأيام الماضية هذا الكلام سمعنا اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شيء مشابه في حال كان هناك أدلة تثبت ضلوع إيران هل يبقى مجال الحديث عن مفاوضات وحوار مع إيران في الفترة القادمة أمس التسريبات في الإعلام تتحدث أن واشنطن أبلغت تلي أبيب أن هناك ضربات قادمة لطهران وبالتالي عليها أن تتجهز إذا تعرضت لاعتداءات من قبل حماس وحزب الله أمس هذه الأنباء الصحبية هذا يؤكد أن المناخ دعني أشير مهند إلى نقطة محيرة أمس حدثت هو الاتصال بين الشيخ تميم وروحاني لو تلاحظ ما أطلعته قناة الجزيرة أنه تم روحاني أجرى اتصال مع الشيخ تميم بينما من طهران أن الشيخ تميم اتصل على روحاني هذا الارتباك يبدو أنه كأنه الدوحة أبلغت طهران أيضا أن الضربات إذا استخدمت قناة قاعدة العديد فأنه الدوحة لا حول لها ولا قوة وبالتالي لاحظنا تصعيد روحاني على الرياض وأبوظبي يبدو أنه نحن نتجه مهند وهذه التسريبات يبدو أنه نتجه إلى ضربات وشيكة لأنه هذه الضربات لا تحتاج إلى الذهاب إلى الفصل السابع لا تحتاج إلى توفيض المجلس الأمن هي دفاع عن النفس وأعتقد التحذيرات الأمريكية تصب في هذا المسار وهذا التوقيت يؤكد أنه قد نشهد ضربات نوعية ليست حرب لن تكون حرب مفتوحة ولكن ضربات نوعية وتعرف نظام ولاية الفقيه لا يحتاج إلى حرب طويلة هو يحتاج إلى ضربات نوعية ومفصلية يبدو أنه أجوال الضربات النوعية هي المخيمة أكثر من التفاوض خاصة مهند بيمبيو تحدثة والإعلام التقف بشكل خاطئ تحدثة نحن نتفاوض مع طهران بدون شروط عندما تكون دولة طبيعية كيف تكون دولة طبيعية أن توافق القراءة بين السطور أن توافق على الشروط الاثنى عشر بعد الشروط الاثنى عشر التي وضحها بيمبيو تصبح دولة طبيعية يبدو أنه مهند مسار التفاوض نعرف أنه تجزي أبي سيتي إلى طهران في الفترة القادمة لكن أعتقد أنه نحن أقرب إلى ضربات نوعية بموافقة خاصة أنه في مستشارين إسرائيل وأمريكا وروسيا سيعقدون اجتماع قادم في إسرائيل يبدو أنه نحن أمام ضربات نوعية مفصلية قادمة طيب على كل حال سنتابع نتائج هذا التحقيق المشترك أستاذ مونيف وأيضا ردود الفعل عليه من المجتمع الدولي شكرا جزيلا لك الأستاذ مونيف عماشي الحربي الكاتب والباحث السياسي كان معنا مباشرة من ريال